اهلا بكم ميلا موجز اخبار الان اعلنت الحكومة اليمنية ضبط صفينة تهريبا ايراني على متنها 19 بحارا بعد دخولها المياه الاقليمية غرب جزيرة ارخبير سقطرة في المحيط الهندي وقال بيان للحكومة ان التحقيق جهر مع طاقم السفينة في تفاصيل حمولتها ومصادر تمويلها اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان نهاية تنظيم داعش باتت وشيكة بعد السيطرة على مدينة الرقة السورية واضف ترامب ان هذا الانتصار الذي حققته قوات سوريا الديمقراطية ينبئ بالانتقال قريبا الى مرحلة جديدة في سوريا مشيرا الى ان هذه المرحلة ستشمل دعم القوات المحلية وخفض مستوى العنف وتوفير ظروف ظروف السلام اصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا عن المواجهات الدمية التي ادلعت في منطقة الواحات قائلة انها اسفرت عن قتل 16 فردا من قوات الامن واصابة اخرين وفقدان ضابط اضافة الى سقوط 15 من الارهابيين بين قتيل وجريح وقالت الداخلية المصرية انه جرى تمشيط المناطق المتاخمة لموقع الاحداث اتفقت شركات مايكروسوفت وفيسبوك وتويتر وجوجل على بذل مزيد من الجهد من اجل حذف المحتويات المتطرفة من مواقعها في غضون ساعات من نشرها وجاء الاتفاق بين عمالقة التكنولوجيا عقب اجتماع استمر ليومين بين ممثلي دول مجموعة السبع وهذه الشركات دفع رئيس نادي برشلونة جوزيب بارتوميو عن استقلالية كتالونيا وذلك بعد التطورات التي شهدتها القضية باعلان الحكومة الاسبانية عزمها ايقالة حكومة الاقليم والدعوة الى انتخابات محلية ودعى بارتوميو شعب كتالونيا الى التصرف بهدوء نزاء هذه الاوضاع مؤكدا على ضرورة ردود الافعال السلمية سواء داخل او خارج البلاد اظهر دراسة علمية ان الكلاب تستخدم الاماء من تحريك الاذنين والعينين للتواصل مع الانسان وكشفت الدراسة ايضا ان الكلاب تكون اقل تعبيرا بوجوهها حين تكون امام الطعام فيما تكثر التعبير حين تكون مع الانسان ولذا خلص البحثون الى ان هذه التغييرات في الوجه تتعدى التعبير عن المشاعر الى محاولة التواصل تبرع السيدة امريكا الاولى ميلانيا ترامب بثوبها الذي كانت ترتديه في حفلات تنصيب زوجها ترامب رئيزا للولايات المتحدة تبرعت به للمتحف الوطني للتاريخ الامريكي وقال المكتب الصحفي في البيت الابيض ان الفستان اوضيف الى معرض المتحف الذي يتميز بوجود 26 فستانا لسيدات امريكا السابقات الى اللقاء نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الان على يوتيوب وليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر اشتراك او سبسكرايب وان اعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم ولا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك اشتركوا في القناة